بيبدأ الفيلم مع أشلي اللي قعدة في العربية بتاعتها وبين عليها التوتر وبيخرج جزه جوني ومعاه صاحبه ميتش من مكان كانوا بيسرقوه وبيجروا بسرعة على العربية وبيكون ميتش مصاب بعدما تضرب عليهم ناره هما الاثنين وجوني بيفضل يقول لأشلي تهدى وتطلع بيهم على اي مكان بعيد واسناء ما هما في الطريق بيعرفوا ان ميتش مات وبعدما بيوصلوا بيتصل جيمي على واحد في التليفون وبيقولوا انا نفست المهمة والفلاشة معايا بس لو دوني عارف ان غدرت بي هيخلص علي انا وامراتي وبنتي علشان كده انت لازم تحميني زي ما وعدتيني وبيتفقوا على مكاني يتقابلوا فيه وقبل ما يمشي بيولع جوني في العربية علشان ما يسيبش وراء اي قصر وبيروح بعد كده لامرات وقشلي وبيديها الفلاشة وبيقول لها ان دي الحاجة الوحيدة اللي هتضمن خروجهم من هنا ولازم تفضل معاها في مكان امان وبيطلوا منها تاخد سارة بنتهم ويروحوا لباباها لكن اشلي بتقولوا انها مش عايزة تعمل كده علشان بقالها سنين طويلة ما تعرفش حاجة عن باباها بس جيمي بيقول لها ان ما فيش حل تاني وهو هيحاول يتصرف هنا ويجي لهم ويشوفوا هيعملوا ايه بالفلاشة وفعلا بتجري اشلي على البيت وبتاخد سارة وبتحط الفلاشة في الشنطة بتاعتها وبيروحوا على المطار هما الاتنين لكنهم بيلاقوش غير كرسي واحد بس على الطيارة فبتحجزوا اشلي لسارة وبتقول لها انها هتاخد طيارة بكرة وتقابلها هناك وبتتأكد ان بنتها رجبة الطيارة وفي الطريق لجدها ومن الناحية التانية بنشوف زعيم العصابة اللي جوني غضر به وسرق منه الفلاشة واللي اسمه دوني وهو بيتخانق مع رجالته وبيقولهم انهم فشلين وكان لازم يرقبوا كويس وبيطلوا منهم يفضلوا وراء الحد ما يعرفوا مكانه ومكان الفلاشة وفعلا بعد شوية بنشوف رجال الدوني لما بيمسكوا جوني وبياخدوا معاهم وبيروحوا وراء اشلي المطار وبيمسكوها هي كمان ولما بتدخل اشلي معاهم بتتفاجئ انه جزها مصاب ومتعذب ودوني بيفضل يسألها على مكان الفلاشة وقشلي بتكون خايفة ومش بتتكلم فبيفتش الشنطة بتاعتها وبيعرف ان معاها تسكرة طيران لجزيرة كايمن فبيقول لها ان اكيد الفلاشة مع بنتها وبيطلب من اتنين من رجالته واحد منهم لقبه الجنرال والتاني اسمه بابو انهم يفضلوا مع اشلي ويسافروا معاها للجزيرة ويجيبوا الفلاشة ولما يتأكدوا ان الفلاشة معاهم يخلصوا عليهم كلهم بعد كده بنروح لسارة لما بتوصل على الجزيرة وبتروح على العنوان لما ميتها كتبته لها في الورقة ولما بتوصل عند البيت بتلاقي مفيش حد فيه فبتتماشى على الصاطق وبتلاقي واحد ناية مع الراملة ولما بتقرب منه بيقوم بسرعة وبيكون ماسك ازيزة في ايديه علشان يضرابها بس بعد كده بيهدى وبيسألها انت مين وبتعملي ايه هنا فبتقوله انها بتدور على واحد اسمه مات روبينز فبيستغرب هي ليه بتدور عليه وبيسألها عايزة منه ايه فبتقوله انه يبقى جدها وبتوريله صورة لها مع مامتها وباباها ومات بيكون مبسوط انه شاف حفيته الاول مرة وبيقول لها انه بقالوا اسنين ما يعرفش حاجة عن مامتها من ايام ما كانت صغيرة وما يعرفش انها تجوزت اساسا لكنه بيكون مبسوط بسارة وبياخدها معاه علشان ياكلوا وفعلا بيعودوا ياكلوا هما الاتنين وبيفضل مات يسألها عن سبب وجودها هنا فبتقوله سارة انها حسة ان باباها ومامتها في خطر لانها سمعتهم بيتكلموا عن فلاشة وباباها كان بيقول ان دي هتكون طوء النجاب تعنا ولما كانوا في المطار ومامتها بيبصوا عليها وزي ما يكونوا مستنيينها ومات بيقول سارة ما تقلقش من حاجة وبياخدها علشان تنام والتاني يوم بنشوف دوني وهو بيتكلم مع واحدة اسمها هكتور تبقى الزعيمة بتاعت المنظمة اللي دوني تابع ليها وبتقوله ان الفلاشة دي لو ما جاتش خلال 24 ساعة هتضطر انها تبعت رجاليتها يجيبوها وبعد شوية بنروح للجزيرة مرة تانية وبنشوف بابا والجنرال ومعاهم أشلي ولما بيوصلوا للجزيرة وبيدخلوا البيت بتاع مات بيلقوه فاضي وبيفضلوا يفتشوا فيه لكنهم مش بيلقوا الفلاشة وفي الوقت ده بيكون مات وصارة قاعدين بيفطروا برا وبيتكلموا مع بعض عن شغل مات السابق وبيقول لها انه كان دبلوماسي وبيحل مشاكل ناس كبيرة وبيفضل يحكي لها انه كان بيغيب عن البيت معظم الوقت علشان كده مامتها ما كانتش شايفة انه ينفع يكون قب لكن صارة بتحضنه وبتقوله انها بتحبه قوي وفرحانة انه ظهر لها جد وبعد شوية بيتحركوا هما الاتنين علشان يرجعوا البيت ولما بيوصلوا بيشوف مات بنته قشلي قدام البيت ومعاها بوبو والجنرال وبيقول صارة تفضل في العربية وما تنزلش وبينزل مات وبيفضل يمسك ظهره هو بيتكلم وبيروح يسلم على قشلي وعلى بوبو والجنرال وبيقولهم انه كبير في السن وظهر وجعه ومش قادر يتحرك علشان كده بيطلب منهم يوعد وهو بيتكلم ولما بيقولهم عايزين ايه بيسألوه على مكان الفلاشة والجنرال بيطلع المسدس وبيحطه عند راس قشلي وبيقوله لما تكلمتش هخلص عليها لكن مات بيجيب دامبل من على الارض وبيضرب بيه الجنرال على دماغه وبيخلص عليه بعدها بيشتبك مع بوبو وبتحصل معركة قوية بينهم هما الاتنين وقشلي بتاخد المسدس من على الارض وبتصوبه ناحية بوبو علشان تدربه لكن للأسف الطلقة بتيجي في بابها بالغلط بس الحصن الحظ بتيجي في كتفه وساعتها بيستغل بوبو انه مصاب وبيقوم يجري بسرعة وقشلي بتفضل تدرب عليه نار لكنه بيقدر يسرق العربية ويهرب بيها ومات بيقول لقشلي ان الجرح سطحي وما فيش في ايده حاجة لكن المشكلة ان بوبو سرق العربية وصارة كانت جواها لكن الجانب الكويس في الموضوع انهم بيدوروا على فلاشة ومش هيئزوا سارة إلا لما ياخدوا الهم عايزينه علشان كده بيروحوا هما الاتنين وقشلي بتفتح شنطة سارة وبتدينه الفلاشة اللي بيدوروا عليها وبيروحوا هما الاتنين بعد كده يتخلصوا من جثة الجنرال ومن الناحية التانية بيتصل بوبو على دوني وبيحكي له على كل اللي حصل ودوني بيقوله يخلي البنت معاه ويختفي في اي مكان لحد ما يبعت له رجالة تانيين علشان يكملوا المهمة بتاعتهم وبنروح بعد كده للمنظمة حكومية في فاشنطن وبنشوف مديرة المنظمة واللي اسمها دريسدل وهي بتسأل واحد من الموظفين بتوعها اسمه فيدز عن آخر الأخبار بتاعت العصابة وفيدز بيقول لها انه كان زارع وسطهم جسوس وقدر ياخد الفلاشة لكن الأخبار تقطعت بعد كده عن الجسوس ده وطبعا بيكون بيتكلم عن جوني فبتقوله دريسدل انهم لازم ياخدوا الفلاشة دي في أسرع وقت علشان عليها معلومات مهمة وبعد شوية بييجي تليفون لدريسدل من مات وبنعرف ان مات كان شغال في نفس المنظمة دي قبل التقاعد وفي صداقة بينه وبين دريسدل وبيقول لها انه محتاج منها المساعدة وبيديها اسم الزعيم ودوني وبيقول لها ان معاه فلاشة عليها معلومات مهمة بس لسه مش عارف ايه نوع المعلومات دي وهي بتقوله يخلي الفلاشة معاه لحد ما تتصرف ويشوفه هيعملوا بيها ايه فبيقول لها انه هيحافظ عليها وبيعرفها انه دلوقتي ساب البيت وقاعد في فندق على الجزيرة علشان محدش يعرف مكانه وبعد ما بيقفل المكلمة وبيدخل من البلكونة بنشوف ان بوبو نزل معاه في نفس الفندق ومعاه سارة وبعد شوية بيوصل رجال الدنيا على الفندق وبيعرفوا من بوبو رقم القوضة بتاعته وبيقولولوا انهم هيطلعوا علشان يشوفوا هيعملوا ايه وفي نفس الوقت بتكون قاشلي بتتكلم مع باباها وبتفتكر لما كان بيسيبهم بالشهور علشان الشغل ومش بيسأل عليهم ولا بيهتم بيهم ومات بيفضل يقول لها ان دي كانت حاجة خارجة عن قراطته وكان بيحاول يكون قاب كويس لكنه معرفش وقاشلي بتكون متضايقة وبتقوله انها هتخرج تشم هوا وتدور على مكان فيه تلج علشان المشروبات لكن المشكلة انها اول ما بتفتح الباب بتتفاجئ بالتلاتة رجال الدنيا اللي لسه وصلين واللي اصلا كانوا طلعين لبابو وطبعا هم عارفينها وبيجروا وراها اول ما بيشوفوها وقاشلي بتدخل القضى بسرعة وبتقول لبابها اللي حصل ومات بيطلب منها تفتح الباب بسرعة وهو هياخد واحد منهم يدخلوا جوه وهي هتقفل الباب بسرعة وفعلا بيعملوا كده وبيقدر مات ياخد واحد منهم جوه وبيفضل يضرب فيه لحد ما بيخلص عليه وده بيخلي الاتنين التانين يتعصبوا وبيحاولوا يكسروا الباب علشان يدخلوا وبيكون بابو لسه واصل عندهم وبيسألهم فيه ايه وبيعرف ان مات جوه وهم بيحاولوا يقتحموا القضى لكن مات بيربط قاشلي بحبل وبيقول لها انه هينزلها من البلكونة وهو هيتعامل معاهم وقاشلي بتكون مندهشة وبتفضل تقول له انت مين وازاي قادر تعمل الحاجات دي كلها رغم سنك ده لكن مات بيقول لها ان ده مش وقته وبينزلها من الحبل وساعتها اللي اتنين اللي من العصابة بيفتحوا الباب ومات لسه مسك الحبل وبيفضل يضرب فيهم وبيشد الحبل وبينزلوا تاني لحد ما بتقدر اشلي تنزل في بلكونة تانية وساعتها بيتعلق هو وواحد من العصابة في الحبل وبيقدر مات يدخل البلكونة اللي فيها اشلي ويسيب الحبل وبيخلص على الراجل بعدها بيجري مات واشلي بسرعة وبيركبوا عربية علشان يهربوا من الفندق لكن بوبو بيشوفهم من البلكونة وبيتصل على شركة العربيات اللي لسه ركبينها واللي هي زي اوبر كده وبيقولهم ان ببايا لسه ركب رحلة من الفندق دلوقتي وهو نسي الادوية بتاعت القلب بتاعته كلها في القوضة وكنت عايز اعرف هو رايح فين بالضبط عشان اوصلها له والشركة بتساعده وبتقوله على خط سير الرحلة كلها فبيروح بوبو يتكلم مع سارة وبيقولها احنا هننزل مع بعض من هنا بس لو فكرت تعملي اي حاجة مامتك وبباكي هيموته وسارة بتكون خايفة وبتمشي معاوها يا سكتة بعدها بنروح لمات وقشلي لما بيوصلوا المركب صديق قديم لمات اسمه جوزيف وكانوا اللي تنشغالين مع بعض ايام المنظمة وبيفتحوا الفلاش اللي معاهم على اللابتوب بتاع جوزيف وبيلاقوا معلومات سرية عن اسلحة ومخدرات وشخصيات كبيرة متورطة في جرائم وعلى طول بيطلع مات وبيتصل على دريسدل وبيقولها على لقاف الفلاشة فبتقوله على دوني ايجر واللي يعتبر حاجة صغيرة بالنسبة لهكتر الراس الكبيرة اللي مسكة كل شغل العصابة وهكتر نفسها تبقى أسطارة لناس أكبر منها وسياسيين شغالين في الأسلحة والمخدرات والإتجار بالبشر وجرائم إلكترونية وبتحذروا منهم وبتقولوا انهم أكيد هيبعتولوا ناس تانية تخلص عليه وبنروح بعد كده لمدينة ميامي وبنشوف هكتر في القصر بتاعها وهي معاها واحدة محاسبة عندها اسمها هيلين سرقت منها مبلغ 16 ألف دولار وهكتر بتاخدها علشان تتفرج على جزها وهم بيرموا في البحر وبتقول لها انها لو قررتها تاني هتقتلها وهتقتل بناتها لاتنين وبعد ما بتخلص بتتصل على شخص اسمه كريستوفر عنده شركة كبيرة وبيكون في اجتماع لكن أول ما بتجيلوا المكالمة بيطلب منهم كلهم يطلعوا برة وبيكلم هيكتر وبيعرف منها ان الفلاشة تسرقت فبيفضل كريستوفر يزعق معاها وبيقول لها لازم تتصرف فبيتقول لها انها تبعد دوني نفسه للجزيرة علشان يرجع الفلاشة فبيقول لها تتصرف بسرعة قبل ما الموضوع يخرج عن السيطرة وفعلا بعد شوية بنشوف دوني لما قرر يسافر بنفسه للجزيرة وبيقابل رجال هناك وبياخد منهم أسلحة وبيستعدوا علشان يتحركوا ويخلصوا علامات وفي نفس الوقت بتتصل هيكتر على فيدز اللي بنعرف انه بيصرب لها معلومات وبتسأله مين الشخص اللي عمل يقتل في رجال الدوني ده فبيقول لها ان ده عميل سابق في المنظمة وهو خطر جدا وعمل عمليات كتير في دول مختلفة ومهما كان العدد اللي بيواجهه محدش بيقدر عليه علشان كده بيطلب من هيكتر تخلي رجالتها ما تشتبكش معاه لكنها بتقوله ان المعلومات دي متأخرة وزمان دوني ورجالته خلصوا عليه دلوقتي وفي الوقت ده بيكون دوني وصل لبوبو ودي له السلاح وقال له يخلص على سارة وهو هيتحرك مع رجالته علشان يخلصوا علامات وفعلا بيتحرك دوني ورجالته وبيشوفوا المركب اللي عليها جوزيف ومات وقشلي من بعيد ومات بياخد باله ان فيه رجالة بتتحرك وبيلفوا علشان يحصروا المركب فبينزل بسرعة وبيقول لقشلي تستخبه وجوزيف بيقول لها تنزل في غرفة سرية موجودة في المركب وبيقفلوا عليها علشان ما تخرجش وتعرض نفسها للخطر وعلى طول بيتحرك مات وبيستعد هو وجوزيف وبيتفاجئ بواحد من رجال الدوني بيحاول يرمي قنبلة في المركب من جوه لكن مات بيدربه بالمسدس بتاع الاستغاسة وبيخلص عليه بس المشكلة ان الشخص ده وهو بيموت بتقع من ايده القنبلة اللي كان شد الفتيل بتاعها والقنبلة بتنفجر وبتعمل سقب في المركب والسقب ده بيصرب مية في القوضة اللي فيها قشلي ولما بتحاول قشلي انها تخرج مش بتعرف لان الباب مقفول من برا والمية بتفضل تتصرب ليها وبتكونها تموت بعد كده بنشوف سارة وهي ماشية مع بوبه في مكان على الجزيرة وبيطلب منها انها تقف وبيوجه المسدس ليها لكنها بتقوله انت وعدتني انك مش هتقتلني ومهما كنت طيب او شرير لازم تحافظ على كلامك وبوبه بيحس انه متأثر وبيقوله انه مش عايز يقتل طفلة صغيرة فبيدخل المسدس مرة تانية وبيطلب من سارة تمشي معاه لكنها بتقدر تضربه في رجله وبتاخد المسدس وبتجري منه وهو بيفضل يجري وراها وينازي عليها ترجع لكنها بتفضل تجري لحد ما بتوصل عند المركب وبتنادي على جدها وبترميله المسدس فبينوت مات يمسكه وبيقع في المية وبعد ما بيخرج من المية بيفضل يقتل في رجال الدنيا واحد ورا التاني لكن المشكلة ان جوزيف بيتصبره صاصة اثناء الاشتباكات دي بس في النهاية بيقدروا يخلصوا على رجال الدنيا كلهم وفي الوقت ده بتكون المية مالة الاوضة اللي فيها اشلي وخلاص قربت تموت فبتفضل تنادي على اي حد يسعيدها لحد ما بتسمعها سارة وبتقرر تسعيدها وبتحاول تفتح الاوضة والباب يكون تقيل عليها لكنها في الاخر بتقدر تفتح الباب واول ما اشلي بتطلع بتشوف بوبو جاي من ورا سارة وماسك سكينة في ايده فبتستخدم سهم وبتخلص عليه وبتقوله ابعد عن بنتي بعدها بتتحرك اشلي وسارة وبيروحوا علشان يساعدوا جوزيف وبيسندوا لانه مصاب لكنهم بيتفاجئوا بدون يفوشهم وبيضرب جوزيف بالنار وبيتصاب تاني فبتحاول سارة انها تاخد سلاح من على الارض وبتدرب دوني في ظهره وفعلا بتقدر تعمل كده لكن الضربة بتيجي في كتفه ومش بيتأثر بيها وبيهدد اشلي وسارة انهم لو مشيش معاها يخلص عليهم هما الاتنين وهما الاتنين بيكونوا خايفين وبيسمعوا كلامه فبيركب المركب وهو واخدهم رهاين وبيهرب ولما بيوصل مات بيلاقي جوزيف على الارض فبياخدوا بسرعة بالعربية وبيوديها عند المستشفى وفي الطريق بيتصل على دريسدل وبيقولها على كل اللي حصل وهي بتقوله ان كده اكيد في حد بيساعدهم من داخل المنظمة وساعدهم يلاقوا اسلحة لكنها بتعرفوا انه اكدنش هيقدر يهرب بطيارة علشان لو حاول هيتقبض عليه وبتعرفوا انها بدأت تشك فيدز لانه اكتر واحد عارف معلومات ومات بيقولها انه هيوصل جوزيف في المستشفى ويكلمها مرة تانية وفعلا بيوصل المستشفى وبيقولهم انه هيركن ويطلع معاهم علشان التحقيقات لكنه بيسيب جوزيف في المستشفى وبيمشي وفي نفس الوقت بتتصل هيكتر على فيدز وبتقوله انه لازم يتصرف ويخرج دوني من هناك بدل ما تفضحه وبعد ما تفضحه هتخلص عليه وهو بيقولها انه هيحاول يتصرف لكن ما يوعدهاش بس بيقفل الخط بسرعة لما دريسدل بترجع وبتركب العربية معاه وبعد شوية بييجي خبر لدريسدل ان دوني قدر يركب طيارة شحن ويهرب على ميامي وبتبدأ تتأكد ان فيدز اللي بيساعده فبتقول لي مات انها وفرت له رحلة طيران لميامي ولما يوصل هيلاقي عربية وفيها كل اللي محتاجه في الشنطة بتاعتها ومن الناحية التانية بنشوف هكتر وهي دخلة تتكلم مع قشلي وسارة بعد ما وصلوا البيت عندها وبتقولهم انها مش عايزة تأذيهم هي بس عايزة الفلاشة اللي معا مات وهتخلص عليه هو علشان اللي عملوا في رجالتها وبعد شوية بنشوف ان مات لبس قميس واقي ضد الرصاص واخد كل الاسلحة اللي محتاجها وطلع على القصر وهناك بيخلي العربية تتحرك لوحدها بعد ما بيكون سبت دواست البنزين والعربية بتوصل عند البوابة وهناك الحراس بيفضلوا يضربوا عليها نار لكن العربية بتكون فاضية ومحتوط جواها قنابل وأول ما القنابل دي بتنفجر بيدخل مات بسرعة من وراهم وبيخلص عليهم كلهم بعدها بيفضل ماشي في القصر وبيخلص على كل اللي يقابلوا في طريقه وبيكونوا سارة وقشلي بيحاولوا يهربوا هما كمان من بلكونة ولما بييجي حراس يدخلوا وراهم البلكونة بيخلص عليهم مات وبيقول لهم ما تقلقوش وانا هخرقهم من هنا وبعد شوية بتتعصب هكتور وبتقول لدوني يتصرف ويخلص على الرجل ده فبيتحرك دوني وبيستخب ولما بيقرب مات بيتفاجئ ان دوني وراه وبيحط المسندس على دماغه وبيقول له هات الفلاشة وفعلا بياخد منه الفلاشة وبيجبر ويمشي معاه ولما بيوصلوا عند هكتور بتشكر دوني على اللي عمله وبتطلب منه يدهالها لكن دوني بيقول لها ان الفلاشة دي هتخليه هو الزعيم وهتخليه اقوى منها وبيضربها بالنار وبيخلص عليها وفي نفس الوقت بيوصل فيتز وبيضرب دوني بالنار وبيقول عليه خاين وبيكون فيتز معاه دريسدل وبتروحها لشان تتكلم مع مات وبتقوله يجيب الفلاشة الحقيقية لانها عارفة ان اكيد اللي ادهال دوني دي مش الحقيقية وفعلا بيخرج مات فلاشة غيرها وبيدهالها واول ما دريسدل بتاخد الفلاشة بتدرف فيتز بالنار وبتخلص عليه وبتنادي على كريستوفر اللي بييجي وبياخد منها الفلاشة الاصلية وبيطلب من مات ويتكلم معاه شوية على انفراد وبيفضل يقوله ان كل اللي حصل ده كان مترتب من الاول وان دي لعبة سياسة وهو كمان بيحاول يتعاون مع الحكومة علشان يخلص على المنظمة الاجرامية دي وجيمي جزء اشلي كان شغال مع الحكومة وبيصرب لهم معلومات من العصابة وكان بيبلغ بيها فيتز لكن هكتور قدرت اشتري فيتز بالفلوس وبقت تعرف كل المعلومات اللي جوني بيصربها للشرطة واكتر منها كمان فبقت دايما سابقانة بخطوة وبيعرفوا كريستوفر انهم سبوا يتعامل مع العصابة علشان عارفين انه هيقدر يخلص عليهم بس لو اطلب منه بشكل مباشر يعمل كده مش هيوافق لانه تقاعد خلاص علشان كده فرحه لما عارفه ان بنته تورطت معاهم وبيفضل يقوله انه مترشح لمنصب عمدة كاليفورنيا واللي حصل ده كله هيعلم فرصه لانه ساهم في التخلص من العصابة وهيعمل مؤتمر صحفي يتكلم فيه عن الموضوع ده ولما بيسأله مات هيعمل ايه مع اشلي وسارة فبيقوله كريستوفر انهم هيبقوا في امان وبعد كم يوم هيسافروا على جزيرة كايمن وبيشاور له على المركب بتاع هكتور وبيقوله اما انت بقى اركب المركب ده واطلع على الجزيرة عيش حياتك وكأن مفيش اي حاجة حصلت واستنى بنتك وحفيتك يجولك وقضي معاهم خط التقاعد جديدة وفعلا بيركم مات المركب وبيتحرك بيه وبكده بيكون خلص فيلم النهارده